استهل منتخب النشامة تدريباته الفنية والبدنية في قطر تحضيراً لخوض لقائه الأول في بطولة كأس العرب أمام نظيره السعودي الأربعاء المقبل وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة عدنان حمد قد استدعى 23 لعباً للمشاركة في البطولة ووصل المنتخب الوطني يوم أمس إلى الدوحة وباشر تدريباته على الفور ويعتبر منتخب النشامة من آخر الفرق التي وصلت إلى قطر من بين 16 منتخباً المشارك في هذه البطولة ودعى منتخب الشباب بطولة غرب أسيا 2021 بعد خسارته أمام نظيره اللبناني بهدف دون رد ضمن الجولة الختمية من دور المجموعات وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين فيما أحرز المنتخب اللبناني الهدف الأول في الدقيقة الرابعة والخمسين عن طريق اللاعب علي فضل وأكاد المنتخب اللبناني أن يضيف الهدف الثاني من خلال ركلة جزاء إلا أن الكرار تطمت بالعارضة يتأهل منتخب لبنان للمباراة النهائية ويغادر المنتخب الوطني البطولة بعد أن جاء في المركز الثاني برصيد ست نقط حسمت انتخابات مجلس إدارة نادي الجزيرة بالتزكية بعدما عقد مساء أمس اجتماع لأعضاء الهيئة العامة تخللته مناقشة العديد من الأمور التي تخص الشأنين الإدارية والمالي وفاز برئاسة النادي نجم المنتخب الوطني وفريق الجزيرة سابقا نبيل التلي وسيكون مجلس الإدارة الجديد أمام تحديات كبيرة حيث يعاني النادي من ضائقة مالية حدت من طموحاته في الموسم الماضي بعدما كان منافسا قويا على الصعيدين المحلي والقاري اختتمت يوم أمس بطولة كأس الأردن للصم بتنظيم من الاتحاد الأردني لرياضات الصم بعد فوز فريق عمان على نظره الزرقاء بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على استاذ عمان الدولي تفاصيل أكثر في هذا التقرير بتنظيم من الاتحاد الأردني لرياضة الصم اختتمت يوم أمس بطولة كأس الأردن للصم بعد فوز فريق عمان على فريق الزرقاء بهدفين لهدف المباراة النهائية التي أقيمت على استاذ عمان الدولي قادها طاقم حكام دوليين من الاتحاد الأردني نشكر جميع القائمين بجهودهم على هذه البطولة بطولة نوعية من نوعية اللاعبين، نوعية المباراة، نوعية النشاط الرياضي الاتحاد الأردني لرياضة الصم هو اتحاد نشيط والله يعطيهم ألف عافية وأخواننا أولادنا أبنائنا الصم هم جزء مننا جزء من المجتمع هم تكمل لمجتمعنا هم ليس نقص هم تكمل لنا وإن شاء الله نتمنى نشوف كل قدراتهم يفرغوها داخل الملعب هذه أول مرة بالسنة الجديدة بالاتحاد ونشاطهم كثير ممتاز والأعضاء كلهم الإداريين ممتازين بيقوموا على الأعمال كثير ممتازة وإن شاء الله سوف نتواصل معهم في مختلف الرياضات الحمد لله على القائمين على الفريق في نادي الزرقاء وكثير تدربوا على نادي الزرقاء لحضور هذه المباراة وشكرا كثير لسمور الأمير علي القائم على هذه المباراة قبل انطلاق المباراة عقد مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي تحدث من خلاله رئيس الاتحاد الأردني لرياضة الصوم ربيع أقميلة بأنه سعيد على الإنجازات الرياضية التي نفذها الاتحاد منذ تأسيسه سنة 2019 وأن بطولة كأس الأردن للصوم أول بطولة عقدت على مستوى المملكة بمشاركة خمسة أنديا نحن مبسوطين بهذه الفعالية وإن شاء الله هي الفعالية مستمرة لبطولة كأس الأردن بشكل مستمر هذه المباراة حاليا بهذه البطولة النهائية بين نادي الزرقاء ونادي عمان هم المتأهلين المباراة النهائية وإن شاء الله الاستمرارية موجودة بالنسبة لهذه البطولة وبشكر الجميع وطبعا في استمرارية للدوريات أننا دولة الأردن لكرة القدم وفي عنا بطولة خماسي وعنا بطولة شطرنج وكرة الطاولة هي أنها بطولات أساسية موجودة في الاتحاد وفي ختام البطولة تم تتويج فريق عمان بكأس البطولة والميداليات الذهبية وفريق الزرقاء بالميداليات الفضية توجى فريق بلميرس البرازيلي بلقب كأس لبرتدورس بعد فوزه على مواطنه فلمينغو بهدفين لهدف وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لهدف لكل فريق انتقل الفريقان للأشواط الإضافية التي أضاف فيها بلميرس هدفه الثاني ليحتفظ بلقب كأس لبرتدورس للموسم الثاني على التوالي